الشريط الثالث أقول ولدك نحلته مثل هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعه وفي لقض فانطلق أبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال فألت أذى بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعجلوا بين أولادكم فرجعه وفي رواية لمسلم قال فأشهد على هذا غيري ثم قال لا يسرك أن يكون لك بالبر سواه قال بلى قال فلا إذن وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد فيه بديك الكلب يقير ثم يعود في قيله متفق عليه وفي رواية للبقاري ليس لنا مثل السوء وفي رواية للبقاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود فيه بديك الكلب يرجع في قيله وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه ما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد إلا الوالد فيما يعطي ولدك فواه وحمد والأربعة وصفحة والترمبي وابن الهبان والحاكم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية يقبل الهديتها ويثيب عليها رواه البقاري وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأذابه عليها فقال رضي فقال لا فزاد فقال رضي فقال لا فزاد فقال رضي فقال نعم رواه وابن وصفحة ابن حبان وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمر لمن وهدت له مستفق عليه ولمسلم نمسكها عليكم أموالكم ولا تبصدوها فإنه من أعمر عمر فهي للذي يعمرها حيا وميتا وليعقبه وفي لفظ إنما العمر التي أجازر طول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول أن يقول هي لك ويعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشها فإنها ترجع إلى صاحبها وليبي دعود والنسائي لا تركبه ولا تعمره فمن أركب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على قرس في سبيل الله فأعطى عنه صافبه فظننت أنه بايعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعوا وإن أعطاكوا بدرهم الحديثة متبقنا عليه وعن نبيه ريولة رضي الله عنه عن نبيه صلى الله عليه وسلم قال فهدوا تحابوا رواه البقاري بلاد المبرد وأبوه على بيسنا بن حسن وعن نسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهدوا فإن لا دية فسلوا السخيمة رواه البزار بإسناد ضائم وعن نبيه ريولة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحكر أن جارة لجارتها ولو فرت نشاه متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب عبا فهو حق بأهمال من يتبع عليها رواه الحاكم وصحه فهو المحفوظ من رواية بن عمر عن عمر قوله باب اللققة عن نسر رضي الله عنه قال مرت نبي صلى الله عليه وسلم بثمر بن جفريق فقال لولا أني أخوة تكون من الصدق بلا فالفهام واتبق عليه وعن زيد بن خالد من الجوعني رضي الله عنه قال جارة جل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثاله عن اللققة فقال عرف عقاطها وكاها ثم عرف حسنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأمك بها قال غضالة العنم قال هي لك أو لعقيك أو للذيك قال غضالة الإبل قال ما لك ولها معها شفعها وإذا وعتربوا الماء وتأكلوا الشجر وتأكلوا الشجر حتى يلقاها ربها متبق عليه وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وعضالة فهو ضال ما لم يعرفها رواه مسلم وعن عياغ بن خمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقفة فليشهد ذوي عدل وليحفظه فعصها وكاها ثم لا يكتم ولا يغيب إن جاء ربها فهو حق بها وإلا فهو مال الله يؤتي من يشاء فهو أحمد ولا أربعة إلا الدرمذية وصحح ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وعن عبد الرحمن بن عثمان الثيلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى عن لقفة الحاج رواه مسلم وعن المقدام بن ماد يترب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل دوناب من السبع ولا الحمار الأهلي ولا اللقفة مما لمعاهد إلا أن يستغني عنها رواه ابو جاود باب الفرح عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألققوا الفراعظة بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر اتفقنا عليه وعن سامة بن زيجر رضي الله عنه ما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم متبقنا عليه وعن ابن مسرود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وغفت قضى النبي صلى الله عليه وسلم قضى النبي صلى الله عليه وسلم للإبنة النصف والإبنة الإبن السدس أكملة الثلثين وما بقي فللوخ رواه البخارين وعن ابن الله بن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين رواه أحمد والأربعة إلا ترمدين واخرجوا الحاكم بلغض وسامة وروى النساء حديث وسامة بهذا اللغض وعن امران بن حصين رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي مني راجه فقال لك السدس فلما ولا دعاه فقال لك السدس آخر فلما ولا دعاه فقال إن السدس الآخر ظومه فواه أحمد والأربعة وصححه الترمدين وقال رواية الحسن البصري عن امران وقال إنه لم يسمع منه وعن ابن بريدة نبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس فجاء لم يكن دونهاهم فواه أبو داود والنسائي وصححة بن خزيمة وعن جارود وقوى بن عدي وعن المقدام ابن معدي يتربى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقال وارث من لا وارث له اخرجه أحمد والأربعة سوى الترمدين وحسنه أبو زرعة الرازي فصحأه حاكم وابن حنبع ونبي أمام ابن سهل رضي الله عنه قال كتب معي جمر إلى أبي عبيدة فرضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والقال وارث من لا وارث له الله ورحمد والأربعة سوى أبي داود وحسنه الترمدين وصحأه برهن بان وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستهل المولود ورث وعن عمر بن شعي بن نبي عن جبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميرات شيء وعن عمر بن شعي بن نبي عن جبه قال وعله النسائي والصواب واخفروا على عمر وعن عمر بن خطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان صواه أبو داود والنسائي وابن معجا وصحح أبن المديني وابن عبد البط وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة نسب لا يباع ولا يوهب صواه الحاكم من طريق الشابعين عن محمد بن حسن عن أبي يوسف وصحح أبن حبان وعله البياقي وعن أبي قلابة عن نصر بالله وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد بن ثابت أرجعوا أحمد والأربعة سوى أبي داود وصحح أبن الترمدي والمحبان والحاكم وأعل بالإرسال باب الوصايا عن ابن عمر رضي الله عنه ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مع القمر المسلم له شيء يريد أن يوصي فيه عبيت ليلتين إلا وصيته مخطوبة عنده متبق عليه وعن سعد ابن أبي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يردني إلا ابنة لي واحدة أفا تصدق بثلثي مالي قال لا قلت أفا تصدقوا بشطره قال لا قلت أفا تصدقوا بثلثه قال الثلث والثلث كثير إنك إن تدر وردك شاعنيا خير من أن تدرهم عالة يتكثبون الناس مستفق عليه وعن عيشة رضي الله عنها أن رجلنا فالنبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال يا رسول الله إنهم افتلثت نفسها ولم توصيك وعظمها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قالنا متفق عليه واللفظ المسلم ونبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال اسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطا كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه أحمد والأربعة إلا النساء وحسنه أحمد والترمدي وقوعه ابن خزيمة وابن جارود ورواه الدارة تطني حديد ابن عباس وزاد في آخره إلا أن يشال ورطة الله إسناده حسن وعن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بجلد أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم رواه الدارة تطني واخرجا واحمد والبزار من حبيبي أبي الدرباء وابن ماجع من حبيبي أبي هريرة وكلها ضعيفة لكن قد يقوى بعضها ببعض والله أعلم باب الوديعة عن أمر بن جوائب نبي عن جبير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجع وديعة فليس عليه ضمان أخرجه ابن ماجع وإسناده ضعيف وباب قسم الصدقات تقدم فيه عقية وباب قسم فيه والغانيمة يأتي حسب الجهاد إن شاء الله تعالى شكاب النتاح وأن عبد الله لمسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشر الشبابين استطاع منكم البعث بل يتزوج فإنه غض للبصر وأحصى للفرج ومن لم يستطعت عليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه فعن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال لكني أنا أصلي وأنام وأطرم وأطرم وأتزوج النساء فمن رعب عن سنته فليس مني متفق عليه وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالبعث وينهى عن التبتلين نهيا شديدا ويقولوا تزوجوا الوجود الولود فإني مكافر بكم الأنبياء يوم القيامة فواه أحمد وصحه ابن ثنبان وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن ثنبان أيضا من حديث معقل ابن يسار وعن أبي هريرة روي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمتح المرات لأربع بمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فضفر بذات الدين تيبت يداتا متفق عليه مع بقية السبعة وأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع انتانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير هواه أحمد والعربعة وصحه واشفر نبي وابن خزيمة وابن ثنبان وعن عبد الله بن سود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاهدت الحاجة إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستضره ونعوذ بالله من شرور عبصنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل بلا آبي له واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات وواه أحمد والأربعة وحسن والترمذي والهاتم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطبا حدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نتاحها فليفعل فواه أحمد وعبو داود ورجاله وفقات فصحه الحاكم وله شاهد عند الترمذي والنساعيان المغيرا وعند ابن معجان وابن حبان من أبيه محمد ابن مسلمة ولمسلم نبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لرجل تزوج مرأة من نظرت إليها قال لا قال ذهبت انظر إليها وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحفظ أحدكم على خطبة يا أخيه حتى يترك الخاصب قبله أو يأزن له الخاصب مستقف عليه ولقض للبخاري وعن سهل ابن سعدي رضي الله عنه ما قال فجعت مرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جيت وأحب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طاطى رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها قال فأل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال ذهب إلى أهلك فانظر ألتجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري قال فأهل ما له رجع فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع به ذلك إن لبسته لم يكن عليها من وشيء وإن لبسته لم يكن عليك من وشيء فجلس الرجل حتى إذا فعل مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي له فلما جاء قال ما زامعك من القرآن قال ما إن سورة كذا وسورة كذا عددا فقال تقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال ذهب فقد ملكتكها بما ماك من القرآن متفق عليه واللغض لمسلم وفي رواية لهم طلت فقد زوجتكها فهلنها من القرآن وفي رواية للبخاريين أمكناكها بما ماك من القرآن ولي أبي جاود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما تفقوا قال سورة البغرة والتي تليا قال قمت عن لما عشرين آية وعن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلمك هو أحمد وظف حذات وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا متاح إلا بوليه خواه أحمد والأرباس وصحاب المديني والترمذي وابن هبانه إلا بالإرسال وعن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ممرأة نتحت بغير إذن وليها فإن كافها باطل فإن دخل بها فلأ المهر بنسح لن فرجها إذ اشتجروا فالسلطان وذي من لا وذي له رجع الأرباس من النسائي وصحفه أبو عوانة وابو حنبان وحاكم وعن أبي أوري رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنفح الأين حتى تستمر ولا تنفح البكر حتى تستاذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن فاسكت متبق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التهيب وحق بنفسها موليها والبكر تستمر وإذنها سكوتها رواه مسلم وفي لقظ ليس للولي مع التهيب أمر واليتيمة تستمر حواه أبو داود والنسائي وصحفه ابن حبان ونبي أوري رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسا وارضم معجر الدارة كمي ورجاله وفقا وعن أبينا نبني أمر رضي الله عنه ما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الآخر ابنته وليس بينهما صداقا واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع وعن ابن عباس قال الله عنه ما أن جارية بكر وماتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجا وهي كارئة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليا فهي للأول نوما وهو أحمد والأربعة وأسنه الترملي وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر خواه أحمد وأبو جاود والترملي وصحفه وكذلك ابن حمدان وعن أبيه ريرس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرات وعن فيها ولا بين المرات وقال فيها متفق عليه فعن أسبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفق المفرم ولا ينفق رواه المسلم وفي رواية له ولا يطبه جاد ابن حبعا ولا يطب عليه وعن ابن أباس رضي الله عنه ما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم متفق عليه ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به القروج متفق عليه وعن سلم ابن الله قوى رضي الله عنه قال رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم آم عوقات في المتاكد لذلك أيام ضمنها عنها قواه مسلم وعن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتاكد آم حيبر اتفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المحلل والمحلل له حواه أحمد والنساء والترمذي فصحأه وفي الباب عن علي نخرجه الأربعة من النساء وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينشح الآن مجلود إلا مثله خواه أحمد وعبود عود ورجاله وفي قعد وعن عشف رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأة ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا فيذوق الآخر من وسيلتها ماذا خلو والمتفق عليه واللغض لمسلم باب الكفاءة والخيار عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعض أكفاه بعض والموالي بعض أكفاه بعض لا حائتا أو حجاما وفي إسناد إيرا لم يسمت واستنكره أبو حاد وله شاهد عند البزار عن معاذ جبل بسند موقف وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا انشف يوسى مهر وعن مسلم ونبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة انشفوا أبا هند وانفقوا إليه وكان حجاما حواه أبو داود وحاكم بسند جيد وعن عيشة فرضي الله عنها قالت خيرت جريرة على زوجها حين عتقت متفق عليه في حديث طويل ولمسلمين عنها أن زوجها كان عبدا وفي رواية عنها كان حرا والأول أكبت فاصلح عن ابن عباس من البخاري أنه كان عبدا وعن الضحات ابن خير وزدي لني عن نبيه ولي الله عنه قال قلت يا رسول الله عني أسلمت وتحتي أفتعن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلق أيته ما شئت فواه أحمد والأربعة صلى النساء وصفعه ابن حبان والدارة كثني والبيرقي وعلى البخاري وانساء من عن أبيه ابن عيلان ابن سلم فأسلم وله عشر نسوة فأسلم نماه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منه من أربعة فواه أحمد والدرمي وصحابه ابن حبان والحاكم وعلى البخاري وأبو زرعة وأبو حاكم وعن ابن عباس رحمه الله عنه ما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أب العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاه الأول ولم يحدث نكاحا فواه أحمد والأربعة والنساء وصحابه أحمد والحاكم وعن أمر ابن شعيب عن أبيه عن جبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أب العاص بن كاح جديد قال الترملي حديد من عباس ما جواده اسناده والعمل على حديد أمر ابن شعيب وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال أسلمت امرأة فتزوجت فجأ زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت لإسلامي فانتزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الأخر وردها إلى زوجها الأول رواه أحمد وأبو جاود وابن ماز وصحابه ابن عبان والحاكم وعن زيد بن كعب بن عجرة نبيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية العالية من بني عفاره فلما دخلت عليها وضعت في أباها فرأى بكشفها بيعضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم في دسيك يا بكي والحقيب أهلك وأمر لا بالصداق رواه حاكم في إسنابه جميل بن زيد ومجهول مختلف عليه في شيخ اختلافا كبيرا وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاها أو مجنونة أو مجلومة فلا الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منا حرجه سعيد بن منصور ومالك ابن أبي شيبة ورجاله زفا وروا سعيد أيضا عن علي نحوه وزاد وبها قال وزوجها بالخيار فإن استعافلها المغرب ما استحل من فرجها ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال فضى عمر أسر رضي الله عنه في العمين أن يعجلتنا ورجاله زقاة باب عسوة النساء عن أبي غريرة رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون منات مرأة في دبرها رواه أبو داود والنساء والأغضلة ورجاله زقاة سلات وإلا بالإرسال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل ماتا رجلا أو مرأة في دبرها رواه الترمدي والنسائي وابن الهبان وأغل بالوقت وعنبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يغذي جارا فستوصوا بالنساء خيرا فإنه لن خلقنا من ظلع وإن عوج شيء في الظلع فإن ذهبت تقيمه وكسرته وإن تركته لم يزل عوج فستوصوا بالنساء خيرا متبق عليه واللغض للبخاري ولمسلمين فإن اكتمتعت بها استمتعت وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاطها وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غدا فلما قدنا المدينة ذهبنا لندخل فقالوا أمهلوا حتى تدخلوا ليلة يعني أشاء لكي تمتشط الشعفة وتستهد المغيبة متفقنا عليه وفي روان كل البخاري إذا أطل أحدكم الغيبة فلا يطرف أهله ليلا وعن نبي سعيد القدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منجلة يوم القيامة الرجل يقضي إلى مراته وتقضي إليه ثم ينشر سرها وأخرجه مسلمين وعن حكيم ابن معاوية نبي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوج يحد علينا قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا التشير ولا تضرب الوجه ولا تقضح ولا تهجر إلا في البيت بواه أحمد وأبو داود والنساء وابن ماجه وعلق البخاري بعضه مصحى وابن حبان والحاسم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امراته من دبرها في قبلها تاه الولد أحوال فنزلت نساؤكم حرق لكم فاتوا حرقكم الناشيتم مصفق عليه واللغو المسلمين وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أرى بانياتي أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضروا الشيطان أبدا مصفق عليه وعن نبي ريرة رضي الله عنه وعن نبي صلى الله عليه وسلم خاري إذا جعل رجل امراته إلى فراشه بابة تجيه فبات أربانا لعنة الملائكة حتى تصبح مصفق عليه واللغو للبخاري ولمسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضانا وعن ابن عمر رضي الله عنه ما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة متفق عليه وعن جزامة بنت واحد رضي الله عنها قالت أضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ناس ما هو يقول لقد هممت عن أنها عن الغيلة فنظرت جرهم وفارك فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا ثم سألوا عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوعد الخفير وهو مسلم وعن أبي سعيد القدري رضي الله عنه وعن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل وأنا وأنا كرأوا تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدد وأن العزل الموعودة الصورة قال كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصربه وهو أحمد وأبو داود واللغض له والمسائي والطحاوي ورجال المذقان وعن جابر رضي الله عنه قال ثم نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزله ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن مستغف عليه ولمسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهانا وعنانس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوب على نسائه لغسل وعنجن خرجاه واللغظ لمسلم باب الصداق عنانس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صبية وجال إطفاء صداقا متبق عليه وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه في انتياشرة أوقية ونشا قال فتجري من نش قال قلت لا قالت نفس أوقية فتلك خمسمائة درام فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال لما تزوج علي فاطمة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيها شيئا قال ما عندي شيء قال فأين جرءك الفطنية فواه أبو داود والنسائي وصحة ألحاتهم وعن عمر بن شعي بن عندي عن جدي رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ممرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدى قبل عصمة النكاح ذا ولا وما كان بعد عصمة النكاح ذا هو لمن أعطيه وأحط ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته رواه أحمد ولا أربعة إلا الترمذي وعن القمتان بن مسعود رضي الله عنه أنه موس إلى الرجل تزوج مرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود رضي الله عنه أنه موس إلى الرجل تزوج مرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وقص ولا شطط وعليها العدة ولا الميرات فقام معقل بن سنان الأشتعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع في بروع انتواس في المرأة منا مثل ما قضيت ففرح بابن مسعود رواه وأحمد والأربعة وفححوا الترمذي وجماع وعن جابر عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل أخرجه أبو داود وعيه وعشار إلى ترغيق وقته وعن عبد الله بن عامر بن رضيات نبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نالين أخرجه الترمذي وصحها وخولب في ذلك وعن سأل ابن سعد رضي الله عنهما قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مرأة بخاسم من حديث أخرجه الحاكم وطرب من حديث طويل متقدم في أوائل المكاح وعن علي رضي الله عنهما قال لا يكون المهر أقل من عشرة جراهن أخرجه الدار قطني موكوبا وبيس نبي مقال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق ييسر وقرجه وابو جاود وصح أغذات ونعشة رضي الله عنه أن أمرة بنت الجوة تعودت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه ثاني لما تزوجا فقال لقد عدت لمعاذ فطلقا وأمر أسامة فمتعا بثلاثة أجواب خاجر ابن ماجه وفي اسنع به راوين تروط وأصل القصة في الصحيح من حبيبي أبي وشعيبي للسائدين باقل ولينا أنانس ابن مالك رضي الله عنه شكرا شكرا يا رسول الله رعا عبد الرحمن ابن يوم من نذر صدرا فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوج إني فزوأت امرأة على وزن نوات نذاب قال فبارك الله لك أول ولو بشاك متبق عليه واللغض لمسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الولي مدد ليأتها متبق عليه ولمسلم إذا دعي أحدكم أقعه فليجب رسعا كان أو نحوه وعن ابن غريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شروا الطعام طعام وليم في يمنعها من يأتيها ويجاء إليها من عباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اخرجه مسلم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مضصرا فليطعم اخرجه مسلم آيضا وله من حبيب جابر نحوه وقال فإن شاء طاعم وإن شاء ترك وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمع ومن سمع سمع الله به هو أصر نبي واستغربه ورجاله رجال الصحيح وله أشاهد عن أنس عند ابن ماجه وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه على بعض نسائه بمدين من شعير نخرجه البقارين وعن نسعق على أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين حيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصدية فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من قبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالأمطاع فبصدت فغلقي عليه الثمر والأخط والسن وتبق عليه واللطب للبقارين وعرجل من القاد النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع داعا يعني فأجب أقربهما بابا فإن سبقى أحدهما فأجب الذي سبق رواه وهو داود وسنده ضعيف ونبي جحيثة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكل متفيا أواه البقارين وعن عمر بن أبي سلام فقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يريه متبقنا عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصة من تريب فقال قلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها إن البركة تنزل به وسطها الله الأربعة وهذا لغض النسائي وسنده صحيح وعن ابن هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعام قصة كان إذا اشتعى شيئة له وإن فرعه ترته متبقنا عليه وعن جابر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال رواه مسلم وعن نبيه فتازة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في العناء متبق عليه ولي أبي داودان بن عباس نحوه وزادا وينفق به وصحأه الترمذي باب القصر أنا عيشة رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصم لإنسانه فيعجل فيعجل ويقول اللهم هذا قصري فيما أملكه فلا تلغني فيما تملك ولا أملك صواغ الأربعة وصحأه المحبان والحاكم لأسر مرجع الترمذي وإرتال وعن نبيه رائرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت لهم رأتان فما لإلى إحجاه معجاء يوم القيامة وفي الطمائل صواغ وأحمد والأربعة وسنده صحيم وعن نسر رضي الله وأنه قال من السنة إذا تزوج رجل البكر على السيد وأنا نسر رضي الله وأنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على سيد أقام عندها ثبا مخسم وإذا تزوج السيد أقام عندها ثلاثة مخسم سبقنا عليه واللطب للبخاري وأن سلمك رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أخام عندها فلازا وقال إنه ليس ذكي على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة دينتا زمعتا وعبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة سبقنا عليه وعن روة رضي الله عنه قال قالت عائشة يبنى أختيك أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مبتيه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوح علينا جميعا يجنو من كل مرأة من غيره مسيس لا يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها صواه أحمد وأبو جاود والأفض له وفق أرهات ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على أنسائه ثم يبنوا منهن الحديد وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيث عائشة متبق عليه وعنها قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد صفرا أقرع بين نسائه فأيتهن قرج تهمها قرج بها متبق عليه وعن عبد الله النزمات رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم راته جلد العبد رضاه البخاري باب القلع عن ابن عباس رضي الله عنه مع النمرات ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما عيب عليه بيطلق ولا دين ولكني أترغ الكفر بالإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تردين عليه حديقة فقالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطلقه حواه بخاري وفي رواية له وأمره بطلقها ولي أبي داود واشفر نبي وحسنه إن امرأة ثابت بن قيس اختلع منه فاجعل النبي صلى الله عليه وسلم ادتها أيضا وفي رواية عمر بن شعي بن عن أبيه عن جده إن دا بن ما جاء إن ثابت بن قيس كان دنيما وأن امرأتهم قالت لولا إن صافة الله إذا دخل علي لبطقت في وجهه ولي أحمد بن حديث تهل بن أبي حتمة وكان ذلك أول فلع في الإسلام كتاب الصلاة عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضغض الحلال إلى الله الصلاة حواه أبو جاود وابن ماجه صحاء الحاسم ورجع أبو حاسم الإرسالة وعن ابن عمر رضي الله عنه ما أنه طلق مراته وهي حاجز في أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مروا فليراجعها ثم ليتركها حتى تطور ثم تفير ثم تطور ثم إن شاء سكفاد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العزة التي أمر الله أن يطلق لها النساء مسبق عليه وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طائرها وهاملا وفي رواية نقرى للبقاري وحسب التطليق وفي رواية لمسلم قال ابن عمر أما أنت طلقتها واحدة أو اذنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيظ حيظة نقرا ثم أمهلها حتى تضرر ثم أطلقها قبل أن أمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك ربك به من صلاة مراتك وفي رواية نقرى قال عبد الله بن أمره فردها علي ولم يرها شيئا وقال فقال إذا طغرت فليطلق أغذيه قال ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الصلاة على عهد رسول الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبي بكر وسنتين من غلابة أمره صلاة السلاة واحدة فقال عمره إن الناس قد اتعجلوا في أمري كانت له فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم رواه مسلم وعن محمود بن لبيب رضي الله عنه قال أخبر رسول الله أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل انطلق أحراته ثلاث بخريقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلابوا بالكتاب الله وأنا بين أضيوركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أفتله هواهم أساعي وارواكهم والتقول وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فلق عبور كانت أمر كانت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع مراتك فقال إني طلقتها ثلاثا قال قد عنيت راجعها فراه أبو داود في لغض اليحمد طلقه كانت امراته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدا وفي سنده من ابن إسحاق وفيه مقال وقد روا أبو داود من وجه آخر أحسن من أن رتان فطلق امراته سهيمة البتة وقد روا أبو داود من وجه آخر أحسن من أن رتان فطلق امراته سهيمة البتة فقال والله ما أردت بها إلا واحدا فردأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم ونبيه غريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا جدهن جد وهزلهن جد النكاح والصلاق والرجع هو أولا ربعة إلا النسائية وصحفه الهاتر وفيه رواية لابن عديد واجناخ رضيك الصلاق والعساق والنكاح وللحارف ابن أبي أسامة من أبيه بعد ابن الصامة ربعة لا يجوز اللعب في ثلاث الصلاق والنكاح والعساق فمن قالهن فقد وجبهن سنده ضعيف ونبيه غريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسا ما لم تعمله تسلم متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنه ما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمة الخطى والنسيان وما استقره عليه قواه ابن ماجر والحاسم وقال أبو حاسم لا يثبت وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال إذا حرم مرأته ليس بشيء وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال إذا حرم مرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة حراغ بقاري ولمثل من إذا حرم الرجل عليهم راته فهي يمين يكفرها وعن عيشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها ودنا منها قال تعوذ بالله منك فقال لقد عذب عظيم الحقيب يألك رواه البقاري وعن جابر رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عفق إلا بعد ملك فواه أبو يالا وصمعه الحاكم وهو معلول وعخرج ابن معجان المسور بمخرمة مثله وعسناده حسن الله كنه معلول أيضا وعن أمر بن سعيد نبيه عن جده رضي الله عنهما قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذرد بن آدم فيما لا يملك ولا إدخله فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك حرجا وابودا ودوى والزرمذي وصاحها ونقلان البقاري أنه أصح ما ورد فيه وعن عيشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقض وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو النطيق صواه أحمد والأربعة إلا ترمذي وصحه الحاكم وأخرجه من ثمبان باب الرجع عن عمران بن حسين رضي الله عنه إنه سويلان الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد فقال أشهد على طلاقها وعلى رجالها ضواه أبو داود هكذا مقوفا وسنده صحيح وعن ابن عمر رضي الله عنه ما أنه لما طلق مراته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ضره فليراجعها متفق عليه باب الإله والظهار والكفارة عن آيسة رضي الله عنها قالت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارا حواه الترمذي ورغاة وزقا وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال إذا مضت أربعت أشهد وقفت المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق أخرجه البخاري وعن سليمان بن يتاري رضي الله عنه قال أجركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي وواغ الشابعي وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال كان إله الجاهلية في السنة والسنتين فوقفت الله أربعة أشهر فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإله أخرجه البيع وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إله الجاهلية في السنة والسنتين فوقت الله أربعة أشهر فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس به لا أخرجه البيع فيه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظهر من امراته ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليها قبلا وكفر قال فلا تطربها حتى تفعل ما أمرك الله رواه الأربعة وصححهم سرمري ورجح النسائي إرتاله وروأه البزار من وجهنا أخر عن ابن عباس وزاد به تفكر ولا تعد وعن سلمت ابن فقر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت عن مصيب امراتي فظاهرت منها فكسب لي منها شيء ليلة فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أذر رقبة قلت ما أملك إلا رقبتي قال فصم شهرين متتابعين قلت وهل أصبت الذي أصبت الله من الصيام قال أطع فرقا من كمر بين ستين مسكينا وخرجوا أحمد والأربعة إلا النسائي وصحى وابن قزيمة وابن جارود باب لعن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سال بلان فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحد أمراته على فاحجة كيف يصنع إن تكلم فتكلم بأمر عظيم وإن فكت فكت على مثل ذلك فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد بثلت به فانزل الله الآيات في سورة النور فسلاهن علي وعظه وذكره وأكبره أن عذاب الدنياء هو من عذاب الآخرة قال لا والذي بعدك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظا كذلك قالت لا والذي بعدك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد عربع شهادات بالله ثم تنا بالمرأة ثم فرق بينهما رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلائنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا تديل لك عليها قال يا رسول الله مالي قال إن كنت فدقت عليها فهو بما استحللت من فرضها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها متبق عليها وعن نسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصرها فإن جاءت به أبيض فبطا فهو لزوجها وإن جاءت به أكحل جعدا فهو بالذي رماها به متبق عليها وعن نسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصرها فإن جاءت به أبيض فبطا فهو لزوجها وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به متبقنا عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على ذيه وقال إنها موجبة فواهو أبو داود والنسائي ورجال وذقا وعن سأل النساج رضي الله عنه في قصة المتلاهنين قال فلما طرغا من سلاحنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فاطلقا ثلاثا قبلا من يعمره رسول الله صلى الله عليه وسلم متبق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس قال غربها قال خاضوا تسبعها نفسي قال فاستمتع بها رواه أبو داود والذزار ورجاله وثقا فأخرجه النسائي ومن وجهنا أخر عن ابن عباس بلغض قال فلقها قال لا أصبر وأنها قال فأمسكها وعن أبي عريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فين نزلت آية المتلاعينين أي ممرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنة وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه تجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وضحهه من حذبا وعن أمر رضي الله عنه قال أنا قرر بولد قرر تعين فليس له أن ينفي رجل بيهقي وهو حسن موقوف وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلامنا سود قال هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال قال لعله نزاة عرق قال فلعل ابنك هذا نزاة عرق متفق عليه وفي رواية لمسلم وهو يعرف بأن ينفيه وقال في آخره ولم يرقص له في الانتباع منه باب العدف والإحجاج والاستبراء وغير ذلك عن المسور ابن محرمة قال الله عنه أن سبيعة الأسلمية نفتت بعد وفاة زوجها بليالي فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم بساة نفسه أن تنكح فعدنا لها فنكحت رواه البخاري وأصلوه بالصحيحين وفي لفضن النهار وضعت وفاة زوجها بأربعين ليلة وفي لفضل مسلم قال زوري ولا أرى باسا أن تزوج وهي في دنيا خير أنه لا أقربها زوجها أسا تطور ونائسة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتج بثلاث حيط فواغ بن ماجه وارواة وزقات لكنه ملول وأن الشعبي عن فاطمة بن فقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة بذلاذا ليس لها ستنا ولا نفقة ورواه مسلم وعن معطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجد مرات على ميت فوق ثلاثا إلا على زوج أربعة أشهر واشرا ولا تلبس ثوبا مصبوا إلا ثوب عصب ولا تتخل ولا تمس طيبا إلا إذا طررت مبذة من قصصنا أو أبطار متفق عليه وعذا لكه مسلم ولي أبي جاود والنفاعي من الزيادة ولا تختضر وللنفاعي ولا تنفشر وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على عيني صبرا بعد أن توقف يا أبو سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحنا فإنه مقضاب قلت بأي شيء أمتشط قال بالسجر خواه أبو داود والنفاعي وإسناده حسن وعنها رضي الله عنها أن أمرأتا قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتتت عينها فنكتلها قال لا أسبق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال كل قطالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فالجد نخلتي فإنك أعسى عن تصدتي أو تفعلي معروفا خواه مسلم وعن فريات بانتمالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه قال ففألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه فقال نعم فلما كنت بالحجرة ناداني فقال أم كدي في بيتك حتى يبلغ الكتاب وجله قالت أعتددت به أربعة أشهر وعشر قالت فقضى به بعد ذلك أثمع رجعوا أحمد والأربعة وصحابة النبي والذربي وابن حبان والحاكم وغيرهم وأن فاطنة بنت قيت قالت فقضى يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاك أن يفتحم علي فأمرها فتحولت رواه مسلم وعن أمر بن عاصر رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا حدة أم الولد ذات وفي أنها في دوا أربعة أشهر وعشر فواه أحمد وأبو داود وابن ماجا فصح أحو الحاكم وعلا أفزار قطني بالانقطاع وأن عيشة رضي الله عنها قالت إنما الأقراء الأطهار أخرجه مالكم في قصة بسند فحيح وأن ابن عمر رضي الله عنهما قال فلا قلمت تطليقتان وعجتها حيوة رواه الدار قطني وأخرجه مرفوعا وضعافا وأخرجه أبو داود والثير لديه وابن ماجا لحديث عيشة وصحاة حاكم وقال أبو باتفقوا على بعضه وعروي في ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمرين يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفي ماءه زرى غيره رجعوا أبو داود والثير ندي وصحاب المحبان وحسنه البزار وعن عمر رضي الله عنه في مرعة المفقود ربصوا أربعة سنين ثم تعتدوا أربعة أشهر واشرا رجعوا مالكم والشابعين وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة المفقود امرأته حتى يحيها البيان رجل الشعر فضني بأسناد ضعيف وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند مرأة لا يكون ناسحة نودى محرم صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بمرأة إلا مع ذي محرم رجع البغاري وعن نبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاك لا توطع حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة أخرجه أبو داود وصحاء الحاكم ولو شاهد عن ابن عباس بالدار وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر سبقنا عليه من حديثة ومن حديث عائسة بي حفة وعن ابن مسعود عند النسائي وعن أثمان عند أبي داود سبق رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلم المصط والمصطان يخرجوا مسلم وعنها رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرن من إقوان قن فإنما الرضاعة من المجاة متبقنا عليه وعنها رضي الله عنها قال جاءت أهلك بنت سهيه فقالت يا رسول الله إن سالما مولى بي حديثة مانع في بيتنا وقد بلغ ما يقلو الرجال فقال رضيه تخرمي عليه رواه مسلم وعنها أن أفلحا خلق عيس جاءت سجن عليها بعد الحجاب قالت فابيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته أخبرته بالذي صناته فأمرني أن آذن له عليه وقال إنه عمكي متبق عليه وعنها رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن أشر رضاعة معلومات يحرمنا ثم نسخن بخمس معلومات فتغفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم وعن ابن عباة رضي الله عنه ما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي إنها نتواقل من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسخ بمتبقنا عليه وعن ابن سلمة رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتقى العماء وكان قبل الجطان فقال ترني لي وصح أعوذ وعن ابن عباة رضي الله عنه ما قال لا رضا إلا في الحوله فقال جارة قطني وابن عدي المرضوان وموقوفا ورجح الموقوف فقال ابن عباة رضي الله عنه ما قال لا رضا إلا في الحوله فقال جارة قطني وابن عدي المرضوان وموقوفا ورجح الموقوف فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضا إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحمة أخرجه وابو داود وعن أقبط ابن الحارف أنه تزوج أم يحيى بن تهدي إيهاب فجاءت امرأة فقالت حجار ضعفكما فسأل المبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل ببارقها وقبه ونكحت زوجا غيره وقرجه البغارين وعن زياد استهني قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترض على الأمقى فرجعوا وابو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبا باب النفقة عنايشة رضي الله عنها قالت ذخلت من بنت رسبة مرأة وفي سبيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سبيان رجل شحيف لا يطيني من النفقة ما يكفي لي ويكفي بني إلا ما أخذك من ماله بغير علم فهل علي في ذلك من جناح فقال خذي من ماله بالمروح ما يكفي في ويكفي بنيك متفق عليه وعم فارح من المحاربي رضي الله عنه قال قدينا المدينة بإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقايم على المنبر يحفظ الناس ويقول يد الموق العليا وابدى بمن تعول أمك وأباك وأخذك وأخذ ثم أبناك أبناك رضون الساي وصحاب المحبان والجار قطني وعنبيه غيرك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمملك طعامه وكسوته ولا يكلق من العمل إلا ما يطيق روى المسلم قال حكيم ابن معاوية القشير يعني به قال قلت يا رسول الله ما حق زوجتي أحد عليك قال أن تفهمها إذا أطعمت وتشكوها إذا اكتفيت الحديث تقدم في عشرة النساء وعن جابر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء قالهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف أخرجهن مسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفى بالمرء إثمنان يضيع من يفوت رواغ النساء وهو عند مسلم بلغض يحدث عن من يملك قوته وعن جابر يرفعه في الحامل المتوفانها زوجها قال لا نفقة لها فرجوا البياطي ورجاله وشفاة لكن قال المحفوظ وقفه وتبت نفي النفقة في حديث فعقمة بالنفقة وعن أبي غريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلا ويفزأ وحدكم بمن يعول تقول المرأة وطلقني أو طلقني خواه الدار قطني وإسناد وحسن وعن سيد المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يطلق بينهما رجعوا سيجب الموصول عن سبيان عنه بناديا قال قلت لسعيد سنة فقال سنة وهذا مرسل قوي وعن عمر رضي الله عنه وأنه كتب إلى أمراء نجناد في رجال رابوا النساء أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن فلقوا بعتوا بنفقة ما حبثوا أخرجوا الشافعي ثم البيع فيه بإسناد حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من البي صلى الله عليه وسلم فقال فقال يا رسول الله عندي بينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت علىك اخرجوا الشافعي والأقبلة وعبوداون واخرجوا النساء والحاكم بتقديم زوجة على الولد وعن بعض ابن حكيم عن نبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبرو قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أمك وعن بعض ابن حكيم عن نبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبرو قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أباك ثم لأربك لأقرب رجوا وابو جاودا والسرندي وأساك باب الحضانة أن أبج الله بن عمر رضي الله عنه مع النمرات قالت يا رسول الله إن بني هذا كان بطني له يا وتدي له سقا وحجري له حوى وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكعي روى وحمد وأبو جاود وصحى الحاكم ونبيه ريرة رضي الله عنه أن أمرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقعني من بئر يبيعنبا فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيه ما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقات به أواه أحمد والأربعة وصحى الترمدي وعرف ابن سنان أنه أسلم وأبى سمراته أن تسلم فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية وأقعد الصبي بينهما فما لا إلى أمه فقال اللهم اهده فما لا إلى أبي فأخذه خرجوا أبو داود والنساء وصحى الحاكم وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم أخرجه البخاري وأخرجه أحمد من حديث آلي رضي الله عنه فقال والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة وعنبي عريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تأحدكم خادمه بطعم فإن لم يجلسهما فليناوله لقمة أو لقمتي المتفق عليه والأفض للبخاري وعن ابن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت مرأة في هر سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض واتفقنا عليه كفاق الجناية وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرين مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وعني رسول الله وعني رسول الله إلا بإعداء ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة متبق عليه وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل مسلم إلا فيه دا ثلاث حصال زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض وهو أبو داود والنساء وصححه الحاكم وعن ابج الله لمسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء متبق عليه وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدى عبده جدانا رواه أحمد والأرباة وحسن والترمدي وهو من رواية الحسن البصري أن سمرة وقد اخسلف في سماعي منه وفي رواية أبي داود والنساء ومن خصى عبده قصيناه وصحح الحاكم هذه الزيادة وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقعد الوالد بالولد رواه أحمد والترمدي وابن ماجه وصححه بن الجارود والبيهقي وقال اترمدي وإنه مضطرب وعن أبي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن قال لا والذي فلق الحبة وبرى النسمة إلا فهم يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيبة قلت وما في هذه الصحيبة قال العقل وبكاك الأسير وأن لا يقتلى مسلم بكافر الرواه البخاري وخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي وقال فيه المؤمنون أتك كافعوا دماؤهم ويسعى بهمتهم أدنعهم فهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا دو عهد في عهده فصفعه الحاكم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه النجارية تنوج دراسها قد رض بين حجرين فسألوها من صنع بك هذا قلان قلان حتى ذكروا يهوديا فأومات براسها فأخذ ليهودي يباقر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض راسه بين حجرين واتبق عليه واللغض لمسلم وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أعودون غلام لأناس أغنية فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا رواه رحمد والثلاثة بإسناد صحيح وعن أمر بن شعيب نبي أن جد أن رجلا طعن رجلا بقرن في رخبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني فقال حتى تبر ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت فقال قد نهايتك فأصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرع صاحبه رواه أحمد ودار فقني وأعل بالإغسال وعن أبي عريرة رضي الله أنه قال اقتلت امرأتان وذيل فرمت اخدعهم الأخرى بخجر فقتلت وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبدنا وليدة وقضى بدية المرات على عقلتها ورثها ولدها وممعهم وقال حمل ابن النابرة العدل يا رسول الله كيف يغرم ولا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يقل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع متبك عليه وقرج هو أبو داود والنساء من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عن نساء لمن شهد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين قال فقام حمل ابن النابرة فقال كنت بين امرأتين فضرب 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 مختصرا فصح ابن حبان والحاكم وأن نسر رضي الله عنه أن الربيع بن في النظر عمته كسرت ثانية جارية إن فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لواقسب على الله لعبره متفق عليه واللغض للبخاري وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عمي أو رمي بحجرنا وسوطنا وعصى فعليه عقل الخطأ فمن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة الله أخرجه أبو داود والنسائي وابن معجة بإسناد قوي وعن ابن عمر رضي الله عنه ما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك رواه الدار قطني موصولا ومرسلا فصحه ابن القطان ورجاله ثقاث إلا أن البيق يرجح المرسل وعن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أولاما وفا بذنته فخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا وصله الدار قطني بدكر ابن عمر فيه وإسناد الموصول وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال قتل غلام غيلة فقال عمر لو اشترك في أهل صنعاء لقتلتم به أخرجه البخاري وعن أبي شرحن الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتل بعد مقالة هذه فأهله بين خيرتين إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا أخرجه أبو داود والنساء وأصله في الصحيحين من حديث أبي غريرة بمعنى باب الديئة عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن أبي عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الكديث وفيه أن من يثبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في النفس الديئة مئة من الإدل وفي الأنفي إذا أعب جدعه الديئة وفي اللسان الديئة وفي الشفتين الديئة وفي الذكر الديئة وفي البيضتين الديئة وفي الصلد الديئة وفي العينين الديئة وفي الرجل الواحدة نصر الديئة وفي المأمومة ثلث الديئة وفي الجائفة ثلث الديئة وفي المنقلة خمس عشرة من الليبل وفي كل أصبع من عصابي اليد والرجل عشر من الليبل وفي السن خمس من الليبل وفي الموضحة خمس من الليبل وإن الرجل يقتل بالمراس وعلى أهل الذهب ألف دينار أخرجوا أبو داود في المراسين والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن الجارود وابن حبان وأحمد واختلقوا في صحته وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية الخطى أخماسا عشرون حقا وعشرون جدع وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون أخرجوا الدار قطني وأخرجوا الأربعات بلفظ وعشرون بني مخمخاض بدل بني اللبون ويسناد له والأقوى وأخرجوا ابن أبي شيبة من وجه آخر ملقوفا وواصح من المرقوع وأخرجوا ابو دعود والترمدي من طريق عمر بن شعي بن أبيان جده رفع أدية ثلاثون حقا وثلاثون جدعة وربعون حلفة في بطونها أولادها وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أتنى سعر الله ثلاثة من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله أو قتل لذاح للجاهلية أخرجه ابن حبان في حديث صحعة وأصله في البخاري من حديث بن عباس وعن ابن الله بن عمر بن عاصر رضي الله عن نمال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن نجية الخطأ شبه العنب ما كان بالسوط والعصامية من الابل منها ربعون في بطونها أولادها أخرجوا وابو داود والنساري وابن ماجة وصحة وابن حبان وعن ابن عباس رضي الله عن نمال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام رعه البخاري قل يبي داود والترمذيل الصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء قل ابن حبان بيت وصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الإبل لكل إصبع وعن أمر بن شعي بن نبي أنجدي رضي الله عنهم رفاه قال من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دون أفع وضامن أخرجه الدار قطني وصحاء الحاكم وعنده في داود والنسائي وغيرهما إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في المواضح خمس من الإبل خواه أحمد والأرباث وزاد أحمد والعصاب سواء كله لن عشر من الإبل وصحها ابن خزيمة وابن الجارود وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل أهل الذنة نصف عقل المسلمين قواه أحمد والأرباث ولفظ أبي داود دية المعاهد نصف دية الحر وللنسائي عقل المرات مثل عقل الرجل حتى يبلغ السلسة من ديتها وصحه ابن خزيمة وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل شبه الأمد مغلظ مثل عقل الأمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان فيكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح خرجوا الدار قطني وضعفة وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قتل رجل رجلا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية واثن عشر ألفا رواه الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتم رساله وعن بير فتقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني فقال من هذا فقلت ابني أشهد به فقال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه رواه النسائي وأبو داود وصحع بن خزيمة وابن الجارود باب دعواء الدني والقسامة عن سهل بن أبي حتمة عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرج إلى حيطر من جهد أصابهم فأتي محيصة فأخبر عن عبد الله بن سهل فأخبر عن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه فأقبل أخوه أخوه حويصة عبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يدنوا بحر فكتب إليهم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فيحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم مئة ناقة حال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء متفق عليه وعن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقضى القسامة على ما كانت عليه ذي الجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتير ادعوه على اليهود رواه مسلم باب قتال أهل البغي عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا متفقنا عليه وعن نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج عن الطاعة وقارق الجماعة وماتا فميتته جاهلية رجل مسلم وعن مسلمة رضي الله عنها قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتلوا عن معرم لفات الباغي رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة قال الله ورسوله وعلم قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلق هاربها ولا يقسم مفيعها رواه البزار والحاكم وصحها مظوهم لأن في إسناديك أوثر ابن حكيم ومتروف وصحها ملي من طرق نحوه موقوفا أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم وعن رفجة ابن شريح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وعمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوا وأخرجه مسلم باب قتل الجاني وقتل المرتد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فوشيد رواه ابو داود والنساء والترمذي وصحها وعمران بن حصين رضي الله عنه قال قاتل يعلى ابن أمية رجلا فعظ أحدهما صاحبه فنزع دنيته اختطم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيعظ أحدكم أخاوكما يعظ الفحل لا دية له متفق عليه واللغض لمسلم ونبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن أمران اختلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه لم يكن عليك جناح متفق عليه وفي لغضي الأحمد والنساء وصحى وابن حبان فلا دية له ولا قصاص وعن البرى ابن عزب رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوايط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل رواه أحمد والأربعة إلا الترمدية وصحى وابن حبان وفي إسناده اختلاف وأن معد بن جابل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهود لا جلس حتى يقتلى قضاه الله ورسوله فأمر به فقتل متفق عليه وفي رواية لأبي داود وكان قد استثيب قبل ذلك وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقصلوا رواه البقائري وعن ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد فاشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهى فلا تنزهي فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فلا اشهدوا إن دمها هدر رواه أبو داود ورواته وثقات كتاب الحدود باب حد الزاني عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب أعسى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال يا رسول الله ينشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الآخر وهو أفقه منه نعم فقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال قل قال إن ابني كان عسيحا على هذا فزنا بمرأته وإني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه بمية شات ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جل دمية وتوريب عنه وأن على مرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسه بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عم وغد يا أنيس إلى مرأة هذا فإن اعترفت فرج ما متفق عليه وهذا الأقض لمسلم وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة والتيب بالتيب جلد مئة والرجم رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد فنادى فقال يا رسول الله إني زنيت فعرض عنه فتنحى تلقى وجعه فقال يا رسول الله إني زنيت فعرض عنه حتى فنع ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نسي أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذهبوا به فارجموه متفق عليه فعن ابن أباس رضي الله عنهما قال لما آتا معز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلتا أو غمزتا ونظرتا قال لا يا رسول الله رواه البخاري وعن عمر بن خطاب رضي الله عنه وأنه خطب فقال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل الله آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن قال بالناس زمان لن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوك ترك فريضة أنزل الله وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنا إذا أحصن من الرجال والنسا إذا قعمت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول إذا زنت أمس وحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يترب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يترب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبها ولو بحبل من شار متفق عليه وهذا رفض مسلم وعن ألي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن مراتا من جهين تاتت نبي الله أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي خبلا من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه عليه فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليا فقال أحسن إليها فإذا وضعت فاتهي بها ففعل فأمر بها فشكت عليها في أبوها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر وتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال صلى الله عليه وسلم فقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لو سعتم وهل وجدت أفضلا أن جادت بنفسها لله رواه مسلم وأن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال ضجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود ومراه رواه مسلم وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين من هديث بن عمر وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال كان بين أبيات نار وإجل ضعيف فخبث بأمة من إمائهم فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضربوه حده فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك فقال خذوا عكالا فيه مئة شمراخ ثم ضربوه به ثم ضربوه به ضربة واحدة ففعلوا خواه أحمد والنسائي وابن معجه وإسناد وحسن لكن اختلف في وصله وإرساله وعن ابن أباس رضي الله عنه ما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفرول به ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة رواه أحمد والأربعة ورجالهم موثقون إلا أن فيه اختلافا وعن ابن عمر رضي الله عنه ما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وأررب وأن أبا بكر ضرب وأررب رواه تذنذي ورجال وثقات لأنه اختلف في ربيه وعطفه وعن ابن أباس رضي الله عنه ما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المخنفين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوا من بيوتكم رواه البخاري وعن أبيه ريضة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إدفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفع أخرجوا بن ماجه وإسناده وضعيف وأخرجوا الترمذي والحاكم من حديث عيشة بلغض إدرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم وهو ضعيف أيضا ورواه بياقي وعلي من قوله بلغض إدرأوا الحدود بالشبات وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القادورات التي نهى الله وعنها فمن ألم بها فليستطر بشتر الله وليتب إلى الله تعالى إنه من يبدل على صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل الله الحاكم وهو بالمواطع من مرسل زيد بن أسلم باب حد قبل عن عيشة رضي الله عنها قالت لما نزل أذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وفل القرآن فلما نزل أمر برجلين ومرعا فضربوا الحد أخرجوا محمد والأرباث وأشار إليه البخاري وعن نس بن مالك رضي الله عنه قال أول لعان كان في الإسلام أن الشريك بن سحما قد فهو هلال بن ومية بمراته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة وإلا فحد في ظهرك الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله وثقات وهو في البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابج الله بن عامر بن ربيات قال لقد أجرت وبابكر عمر وعثمان ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذب إلا ربعين أوه مالك والثوري في جامعة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوك ويقام عليه الحد يوم قيامة إلا أن يكون كما قال تفقنا عليه باب حد السرقة أنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارك إلا في ربع دينار مصاعدا اتفقنا عليه واللطب لمسلم ولطب البخاري تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا في رواية لأحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وعن ابن عمر رضي الله عنه ما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمن ثلاثة دراهما متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارك يسرق البيضة فتوقع يده ويسرق الحبل فتوقع يده ومتفقنا عليه أيضا وعن عائشة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من فدود الله ثم قام فاحتطب فقال أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم من لهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه فإذا سرق فيهم الضائف وقاموا عليه الحديث الحديث متفق عليه واللغض لمسلم وله من وجه آخر عن عائشة كانت مرأة تستعير المتاع وتجهده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يديا وأن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مخترس قطع خواه أحمد والأربعان وصححه الترمدي وابن الحبان وعرف ابن خديث من رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر فواه المذكورون وصححه أيضا الترمدي وابن حبان ونبي مية المخزومي رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعترفات رابا ولم يوجد ماه متاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرق قال بلى فعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب إليه فقال أستغفر الله وأتوب إليه فقال اللهم تب عليه ثلاثا أخرجه وابو داود واللغض له وأحمد والنسائي ورجاله ثقات وأخرجوا الحاكم من حديث أبي ريرة فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقفعوه ثم احسموه وأخرجوا البزار أيضا وقال لا بأس بإسناده وعن أبد الرحمن ابن عفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يضرم السارق إذا أقين عليه الحد رواه النسائي وبينا أنه منقطع فقال أبو حات منه ومنكر وعن أبد الله بن عمر بن العاصر رضي الله عنه ما رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيلان الثمر المعلق فقال من أصاب فيه من ذي حاجة غيرا ماتخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المهجن فعليه القطى خرجوا أبو داود والنسائي وصحاهم حاكم وعن صف عن ابن عمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمر بقطع الذي سرق رداهم فشفا فيه ألا كان ذلك قبل أن تاتي لي به اخرجه أحمد والعربات وصحاهم ابن جاغود والحاكم وعن جابر رضي الله عنه قال جي به ساركا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه قالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوا فقطع ثم جي به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله ثم جي به الثالثة فذكر مثله ثم جي به الرابعة كذلك ثم جي به الخامسة فقال اقتلوه اخرجه أبو داود والنسائي والسنكرة واخرج من حديث الحارث بن حاطب النحور وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسور باب حد الشارب وبيان المذكر عنانس بن مالك رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الحمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوث أخذت الحدود ثمانون فأمر به عمر متبق عليه ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة فهذا حب إليه وفي هذا الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ القمر فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربا وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب الثانية فاجلدوه ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا النقى خرجوا أحمد وعذا لفظه والأربع وذكرت الندي ما يدل على أنه منسوه فأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه متبق عليه وعن ابن أباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد رواه التذمري والحاكم فعن نسر رضي الله عنه قال لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شرب مشرب إلا من تمر أخرجه مسلم وعن عمر رضي الله عنه قال نزل تحريم الخمر وهي من الخمسة من العنب والتمر والعسل والحمطة والشهير والخمر ما خامر لا كل متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنه ما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر صمر وكل مسكر حرام خرجه مسلم وعن جابر رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اسكر كثيره فقليله حرام خرجه أحمد والأربات وصحعه بن حبان وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبدله الزبيب في السقع فيشربه يومه ولغد وبعد الغدي فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقعه فإن فضل شيئنا هراقه أخرجه مسلم وعن مسلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاعكم فيما حرم عليكم أخرجه البيهقي وصحعه بن حبان وعن وائل الحضر بي أن الطار قد نسوا إذن سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال إنها ليست بدواء ولكنها دا خرجه مسلم وأبو داود وغيرهما باب التعزير وحكم الصائل أن أبي بردة العنصاري رضي الله عنه إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة أسوات إلا في حد من حدود الله متفقنا عليه وعن عيشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود قواه أبو داود والنسائي بل بي أقي وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت ليقيم على حد حدا فيموت فأجد في نفسه فأجد في نفسه إلا شارب الخمر فإنه لو مات ودعته خجه البخاري وعن سعيد بن زين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فوى شهيد قواه الأربعة وصحفهم الترملي وعن عبد الله ابن خباب قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكون يقافل اخرج ابن أبي خيثما تودى رفطني وخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة كتاب الجهاد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وعلسنتكم أواه أحمد والنسائي وصحة والحاكم وعن عشة رضي الله عنها قال قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج ولهم رفواه ابن ماجا وأصله في البخاري وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعدنه في الجهاد فقال أحي والدك قال نعم قال ففيه ما فجاهد متفق عليه ولي أحمد وابي داود من حبيث أبي سيد النحو وزعب وزعب في الجه فاستاذنهم عفعنا ذنا لك وإلا فبرهما وعن جرير البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين فواه الثلاثة وإسناده صحيح ورجح البخاري رساله وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية اتفقنا عليه وعن أبي موسى العشاري رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم نقاتل لتكون كلمة الله العليا وفي سبيل الله متفق عليه وعن ابن الله بن السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقضي الهجرة ما قوتل العدو وهم نسائي وصححهم محبا وعن نافع قال غار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون قتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه وما متفق عليه وعن سليمان بن بريدة نبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيشنا وصعه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال غزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله غزوا ولا تغلوا ولا تغبروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال فأيته إن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فإن أبوه فأخبروا من لهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوه فاسألهم الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم فإن أبوه فاستعم بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حسن فأرادوك أن تجعلهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل ولكن اجعل لهم ذمتك فإن لكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك فإنك لا تدري تصيب فيهم حكم الله إلا أخرجه مسلم وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن لنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة والراب غيرها متبق عليه وعن معقلنا أن النعمان بن مقرن قال شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر وهو أحمد والثلاذد وصحاه الحاكم وصروف البخاري وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أرعى مرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان متبق عليه وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم قواه أبو داود والصحاه الترمدين وعن علي رضي الله عنه من لم تبارزوا يوم بدر رواه البخاري وخرجه أبو داود مطولا وعن أبي أيب رضي الله عنه قال إنما أنزل التالي لا يتفين معشر الأنصار يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التالك قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل بيهم رواه الثلاثة والصحاه الترمدي وابن حبان والحاكم وعن ابن عمر رضي الله عنه قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخلع بني النظير وقطع متبق عليه وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة رواه أحمد والنساء وصحابه بن حبان وعن عف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل رواه أبو داود واصله عند مسلم وعن عبد الرحمن بن عف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخضرا فقال أيكما قتله هل مسحتما سيفيكما قالا لا قال فنظر فيهما فقال كلاكما قتله فقضى صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمر بن جموء متبق عليه وعن بحولنا للنبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على لطيف رجع أبو داود في المراسل ورجاله ثقات وصل العقيري بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه وعن نسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رسيل مغفر فلما نزعه جاء رجل فقال ابن قطل متعلق بأسفال الكعبة فقال قتله متبق عليه وعن سيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدل ثلاثة صبرا حاجه أبو داود في المراسل ورجاله ثقات وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين رجع الترمدي وصحعه واصله عند مسلم وعن سخد بن العائلات رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماغهم واموالهم احرجوا أبو داود ورجالهم واتقون وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وسارة بدر لو كان المطعم بن عادي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له حواه البخاري عن نبي سيد حدري رضي الله عنه قال صدنا سبايا يوم أطاس لهم أزواج ففحرجوا فانزل الله تعالى ومحصنات من النساء لها ملكة أيمانكم رجعوا مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنه أن قال فعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وعن فيهم قبل نجد فغنموا بلا كثيرة فكانت سهمانهم اثنى عشر بعيرا ونفقلوا بعيرا بعيرا متفق عليه وعنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما متفق عليه واللغض للبخاري ولأبي داود أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهمين لفرسه وسهم الله وعن ابن يزيد رضي الله عنه قال سمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد القمس صواه أحمد وعبو داود وصحاه الطحاوي وعن حبيب ابن مسامة رضي الله عنه قال شعيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البجأة والثلثة بالرجعة وعن ابن عمر رضي الله عنه قال لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش وتبق عليه وعنه قال كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فناكله ولا نرفعه رواه البخاري ولي أبي داود فلم يؤخذ منهم القمس وصحاها من حبان وعن عبد الله بن أبي أوفا رضي الله عنه ما قال أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجي فيأخذ منه مقدار ما يكفي ثم ينصرف اخرجه أبو داود وصحاها بن الجارود والحاكم وعن روى ابن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من في المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ولا يلبس ثوبا من في المسلمين حتى إذا أحلقه رده فيه أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لبس بهم وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم خرجه ابن أبي شيبس وأحمد وفي اسنادي ضعف ويرطيانسي من حديث عمر بن العاصي يجير على المسلمين أدناهم بالصحيحين عن علي رضي الله عنه إمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم جد ابن ماجم وجه آخر ويجير عليهم أقصاهم بالصحيحين من حديث أمي هانين قد أجرنا من أجرتي وعن عمر رضي الله عنه سبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أخرجلنا اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا عدا إلا مسلم رواه مسلم وعنه قال كانت أبوال بن الناظير مما فعل الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكان ينفق على أهلي نفق فسنة وما بقي أجعله في القراء والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل واتبقنا عليه وعن عجر رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيض رفا صبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائبة وجعل بقيتها في المغنم فواه أبو داود ورجاله لبس بهم وعن أبي رفا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحيث بالعهد ولا أحبث الرسل فواه أبو داود والنساء وصحاب وعن أبي رفا رضي الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما قرية نتيتم وعفا قمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية ناصة الله ورسوله فإن لكم سعى لله ورسوله ثم هي لكم رواه مسلم باب الجزية والهدنة عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن فرضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها يعني الجزية إن نجوسها جرواه البخاري ولو طريق في الموطع فيها فيها انقضاء وعن أصم بن عمر عن أنس وعن أثمان بن عبي سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومه فأخذوه فحق ندمه وصالحه على الجزية رواه أبو داود وعن أثم بن جبل رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن أأخذ من كل حال من دي نارا أو عد له معافرية احرجوا الثلاثة وصحى أبن حبان والحاكم وعن أثم بن عمر المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى أخرجه الدار قطني عن نبي ريرت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروا إلى أضيقه الله مسلم وعن المسور بن مقرمة ومروانا من النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطولي وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سوحيل بن عمر على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض فجوابوا داود وأصله في البخاري وأخرج مسلم بعضهم من حديثي أنس فيه أن من جاء منكم لم نردوا عليكم ومن جاءكم منا ردتهم وعلينا وقالوا ونكتب هذا يا رسول الله قال نعم إنه من ذهب منا إليهم فبعدوا الله ومن جاءنا منهم فساجعلوا الله لو فرجا ومخرجا وعن عبد الله بن عبد غضي الله عنه معام النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معهدا لم يرح رائحة الجنة وإن رحال يوجد من مسيرة أربعين عاما أخرجه البخاري باب السبك والرمي عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد أضمرت بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدوا عثنية الودع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وكان ابن عمر في من سابق متبق عليه زاد البخاري وقال سفيان من الحفياء إلى ثنية الودع خمسة أميال أو ستة ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية رواه أحمد وأبو داود وصحى أبن حبان وعن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خفنا ونصنا وحافر رواه أحمد والثلاثة وصحى أبن حبان وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال وندخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن وأن يسبق فلا باس به فينان نفع وقمار رواه أحمد وأبو داود وإسناد رضيه وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم مستضات من قوة ألا إلا القوة الرمي ألا إلا القوة الرمي ألا إلا القوة الرمي كتاب الأطعمة النبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام رواه مسلم أخرجه من حديث بن عباس بلقضنها وزاد وكل ذي مخلب من الطائرة وعن جابر رضي الله عنه قال نها رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل متفق عليه وفي لقض البخاري ورخص وعن ابن أبي أوفع قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات سبع غزوات سبع غزوات ناكل الجراد متفق عليه وعنان سنكي قصة الأرنب قال فذبحها فبعث بوركها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعين من الدواب النملة والنحلة والهدود والصرد فواه أحمد وأبو داود وصححه وابن حبان وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وعن ابن أبي عمار قال قلت لجابر الضبع صيد هيا قال نام قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نام قواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان وعن ابن عمار رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما فقال شيخ مينده سمعت أبا هريرة يقول لقر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الحبائث أخرجوا أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف وعن ابن عمار رضي الله عنهما قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها أخرجه الأربعة إلا النسائية وحسنه الترمذين وعن أبي خسادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قالوا خلال رب على معيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعن ابج الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه وعن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضف دعي جالها في دوائفنها عن قتلها رجعه وأحمد وصححه الحاكم باب الصيد والذبائح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا للا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم طيرات متفق عليه وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فادركته حيا فاذبح وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فقل وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيه ما قتل فإنك لا تدري أيه ما قتل وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل متفق عليه وهذا لغض مسلم هو نذير قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال إذا أصبت بأرضه فقتل فإنه وقيض فلا تأكل رواه البخاري وعن نبي ثالبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فغعب عنك فأدركته فكله ما لم ينتم أخرجه مسلم وعن عائشة رضي الله عنه عن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا فقال سموا الله عليه أنتم وكلوه رواه البخاري وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكى وعدوا ولكنها تكسر السنة وتفقى لعين متفق عليه واللغض لمسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح ورضاء رواه مسلم وعن كاب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة انذبحت شاتا بحجر فسو إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر بأكلها رواه البخاري وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والذكر أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة متفق عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدوعب صبرا رواه مسلم وعن شداد بن يوسر رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا كثله وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحجى حدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم وعن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكات الجنين ذكات أم رواه أحمد وصححه بن حبان وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه فإن لتيا يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل أخرجه الدار قطني وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان هو صدوق ضعيق الحفظ وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه وله شاهز عند عبيد أعود في مراسيلي بلغر جبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليه أم لم يذكر ورجاله موتقون ببل ضحي أننس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين يملحين يقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما وفي لفظ ذبحهما بيده متبق عليه وفي لفظ سمينين ولي أبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر وله من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش نقرن يطع في سوعد ويبرك في سوعد وينظر في سوعد ليضحي به فقال اشهد المدية ثم أخذها فرجعه ثم ذبحه وقال بسم الله اللهم سقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد فقال نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربنه صلعنا رواه أحمد وابن ماجه وصحاو الحاكم لا ترجح لهم تغيره وقفه وعن جند ابن سبيان رضي الله عنه قال شهد الأرحام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أخضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من جبح قبل الصلاة فليذبح شاتا ما كانا ومن لم يكن ذبح فليذبح لسم الله متفقنا عليه وعن البراء بن عزب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عوروا والمريضة البين مرضوا والأرجاء البين ضلعوا والكثيرة التي لأتم فيه فواه أحمد والأرباس وصححه الترملي وابن حبان وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسلنا إلا أن يأسر عليكم فتذبحوا جدعة من الله وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرماء أخرجه أحمد والأرباس وصحاة الترمدي وابن حبان والحاكم وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالا على المساكين ولا أوقي في جزارتها منها شيئا متبق عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة الرواه مسلم باب العقيقة عن ابن عباس رضي الله عنه وأنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عقا عن الحسن والحسين كبشا كبشا وعن أبو داود وصحا ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق لك رجح أبو حات من إرساله وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه وأن عيشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرق عن الغلام شاتان مكافيتان وعن الجارية شاه أبو الترمدي وصحا وأخرج أحمد والأربات وأن أم خرزن الكعبية نحوه وأن سمرت رضي الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تجبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى قوى أبو أحمد والأربات وصحا أبو الترمدي كتاب الأيمان والنذور عن ابن عمار رضي الله عنه مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن خطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت متفقنا عليه وفي رواية لأبي داود والنساء عن أبي هريرة رضي الله عنه لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بلا أنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك بي صاحبك وفي رواية اليمين على نية المستحلف خرجوا ما مسلم وعن أبي رحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حذبت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير متفق عليه وفي لبض للبخاري فات الذي هو خير وكفر عن يمينك وفي رواية اليبي داود فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير وإسنادها صحيح وعن ابن عمر رضي الله عنه معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنف عليه ضواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب رواه البخاري وعن ابن الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس وفيه قلت وما اليمين الغموس قال الذي يقتطع مال أمر مسلم وفيها كاذب نخرجه البخاري وعن عشة رضي الله عنها في قوله تعالى لا يؤخذكم الله باللو في أيمانكم قالت وقول الرجل لا والله وبلا والله خرجه البخاري خرجه البخاري وهرده وابو داود مرفوعا وعن ابيه ريرد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين ثمن من أحصى دخل الجنة متبط عليه وثاقة رمديه وابن حبان الأسماء والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواق وعن وسامة بن زيد رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثنى أخرجه الترمذي وصحح ابن حبان وعن ابن عمر رضي الله عنه ما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإن ما يستخرج به من البخير متفق عليه وعن قت بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين رواه مسلم وزاد ترمذي في ذا لم يسمعه وصححه ولعبي داود من حديد ابن عباس مرفوع من نذر نذرا لم يسمعه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين وإذ ناده صحيح إلا أن الفطاب رجه وقفه وللبخاري من حديث عائشة ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ولمسلم من حديث عمران لا وفاء لنذر في معصية وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرة أختي أن تمشي إلى بيت الله حاذية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركبه واتفقون عليه واللغض لمسلم وليحمد والأربعة فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا مرها فلتختمر وليحمد والأربعة فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا مرها فلتختمر ولتركبه ولتصم ثلاثة أيام وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استثى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال قضيه أنها متفقنا عليه وعن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل كان فيها وأن فيها وسن يعبد قال لا قال فهل كان فيها عيد من عيادهم فقال لا فقال أوثب نذرك فإنه لا وباء لنذر في معصية الله ولا في قطيات رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم فواهو أبو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الإسناد ولو شاهد من حديث كردم عند أحمد وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم فتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال صلي هارونا فسأله فقال صلي هارونا فسأله فقال شأنك إذا الله أحمد وعبو داود وصحح وحاكم وعن أبي سعيد للقدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد أتفقنا عليه والنفض للبخاري وعن عمر رضي الله عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار ورجل لم يعرف الحق فقضى الناس على جهل فهو في النار فواه الأربعة وصحح وحاكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاة فقد ذبح بغير سكين فواه أحمد والأربعة وصحح وابن خزيمة وابن حبان وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستأرصون على الإمارة وستكونوا ندامة يوم القيامة فنعمة المرضيات وبعسة الفاطمة رواه البخاري وعن عمر بن عاص رضي الله عنه وأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم صاب فله أجرا وإذا حكم فاجتهد ثم أقضى له أجر متبق عليه وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم واحد بين اثنين وهو أربع متبق عليه وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي قال علي فما زلت قاضيا بعد فواه أحمد وعبود عود والترندي وحسن وقواه بن المديني وصحح بن حبان ولو شاهد من دفاك من حديد بن عباس رضي الله عنه وعن مسلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تقصمون إلي ولعل بعضكم من يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه فمن قطعت له من أخي في شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار متبق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف تقدس أمة لا يخذ من شديد ضعيف رواه بن حبان وله شاهد من حديث بريدة عند البزار وآخر من حديث أبي سيدنا عند النماجة وعن عيشة رضي الله عنها قال سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى ما يتمنى أنه لم يقض بين ثمين في عمره رواه بن حبان وأقرجه البيهقي ولفظه في تمره وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يذلح قوم ولو أمرهم إن راه رواه البخاري وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وله الله شيئا من أمير المسلمين فاحتجب عن عاجتهم وبغرهم احتجب الله دون حاجتهم يخرجوا أبو داود والترمدي ونبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي ومرتشي بالعكم فالله أحمد والأربعة وحسنه الترمدي وصحى بن حبان وله شاهد من هديه عبد الله بن عمر عند الأربعة إلا النساء وعن أبد الله بن زبير رضي الله عنه عنه ما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يديه الحاكم رضواه من أبو داود وصحاهم باب الشهادات إن حيركم قرمي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون ويقونون ولا يتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن اتبقنا عليه وعن أبد الله بن عمر رضي الله عنه وما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خين ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأن البيت فواهو أحمد وأبو داود وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية فواهو أبو داود وابن ماجه وعن عمر بن خطاب رضي الله عنه وأنه خطب فقال إنه ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم رواه البخاري وعن أبي بكرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر متفق عليه في حديث وعن ابن عباس رضي الله عنه ما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل قال لرجل ترى الشمس قال نعم قال أعلى مثلها فاشهد أودع رجعه وابن عدي بإسناد ضعيف وصحعه الحاكم باقر وعن ابن عباس رضي الله عنه ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد أحرجه مسلم وأبو داود والنسائي وقال إسناده جيد وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله أحرجه أبو داود والترمذي وصحعه بن حبان فعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله أحرجه أبو داود والترمذي وصحعه بن إنبان باب الدعاء والبينات عن ابن عباس رضي الله عنه ما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعقى الناس بدعواهم لدى ناس دمى رجال وموالين ولكن اليمين على المدعى عليه متبقنا عليه وللبي هقي بإسناد صحيح البينة على المدعي واليمين على من أنكره وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم من اليمين فأسره فعمر أن يسحن بينهم في اليمين أي يوم يحلف صواه الضقاري وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق قمرهم مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن قضيب من عراك رواه مسلم وعن لا شاتب قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال مر مسلم هو فيها فاجر هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه وغبانه متبق عليه وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين قصما في دابة لسل واحد منهما بينه فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين ضواه أحمد وأبو داود وعن أبي موسى قصما في دابة ليس لواحد منهما بين فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين ضواه أحمد وأبو داود والنساء وهذا لقضوه وقال يستهده جيد وعن جابر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على من بري هذا بيمين آثمة تبوى مقعده من النار وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب آليم رجل على فضل مع بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأحدها بكذا وكذا فصدقه فهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفا وإن لم يعطيه منها لم يفي متبق عليه وعن جابر رضي الله عنه وعن رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد من ما نتجت عن دين وقاما بينه فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق رواهما الدار قطني وفي إسنادهما ضعف وعن عشة رضي الله عنها قال ادخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق وسارير وجهه فقال فلن تري إلى مجزز المدلجي نظر آنفا إلى زيد بن حاردة وأسامة بن زيد فقال هذه أقدام بعضها من بعض متفقنا عليه كتاب العسك وعن ابن عريرة رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ممرئ مسلم نعتقمران مسلما استنقض الله بكل عضوا منه عضوا منه من النار وعن ابن عريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ممرئ مسلم نعتقمران مسلما استنقض الله بكل عضوا منه عضوا منه من النار متفقنا عليه وللترمري وصحعه عن أبي أمامه وأي ممرئ مسلم نعتقمراتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار ولي أبي جاود من حديد كاب بن مرى وأي ممرئ مسلمة نعتقسمراتا مسلمة كانت فكاكها من النار وعن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيله كنت بأي الرقاب أفضل قال أعلىها ثمنا وأنفسها عند أهلها متفقنا عليه وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من عتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوّم قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منهما تق متفقنا عليه ولهما نبي هريرة وإلا قوّم عليه واستسعيا غير مشقوق عليه وقيل إن السعاية مدرجة في الخبر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي والد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتق روام مسلم وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما لك ذا رحم محرم فهو حر روى الله أحمد والأربعة ورجح جمع من الخفاض أنه موقوف وعن امرأ بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاه مثل هذا ثم قرع بينهم فآتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا رواه مسلم عن سفينة رضي الله عنه قال كنت مملوكا لهم سلمة فقالت أعتقك وأشتريط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وناشت رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق متفق عليه في حديث وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب فواه الشافي وصحى ابن حبان والحاكم وأصله في الصحيحين بغير هذا اللغة باب المدبر والمكاتب وأم الولد أن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار يعتق أولا من له عن دبر لم يقل له مال غير فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني اشترىه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم متفق عليه وفي لفظ للبقاره فهتعج وفي رواية للنسائي وكعن عليه دين فباعوا بثمانمائة درهم فعطاه وقال فقال قضي دينك وعن عمر بن شعي بن نبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درام أخرجه وأبو داود بإسناد أسن واصله عند أحمد والثلاثة وصحه الحاكم وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الهدى كن مكاتب وكان عنده ما يودي فلتأتجب منه رواه أحمد والأربعة وصحه التلمذي وعن ابن أباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يودى المكاتب بقدر ما عتق من هدية الحر وبقدر ما رق من هدية العجر رواه أحمد وابو داود ونساهي وعن أمر بالحارث يقي جويريتهم المؤمنين رضي الله عنها قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دراما ولا دينارا ولا عبدا ولا ماتا ولا شيئا إلا بغلته البيضا وسلاحا وأرضا جعلها صدقة رواه البقائري وعن ابن أباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أمامة ولدت سيدي أعظى هي حرة بعد موته أخرجه ابن معج والحاكم بإسناد ضعيف ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه وعن سهل ابن حنيف رضي الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله رواه أحمد وصحا الحاكم كتاب جامع باب لدف أنبي ريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عقسا فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فتباه رواه مسلم وعن أبيه ريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر وإلا تزدروا نعمة الله عليكم متبقنا عليه وعن النواس بن سمان رضي الله عنه قال سألت رسول الله سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسم الخلق والإثم وما حاك في صدرك وكرت أن يطل عليه الناس أخرجه مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجتنا ندون الآخر حتى تختلطوا بالنعس من أجل أن ذلك يجنه متبق عليه واللغض لمسلم وعن ابن عمراء رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسقوا وتوسعوا وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسقوا وتوسعوا واتبقنا عليه وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كلاحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها من العقا متبقنا عليه وعن أبيه ريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغيرون على الكبير والمأر على القاعدي والقليل على الكبير متبق عليه وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئوا عن الجماعة إذا مروا يسلم أحدهم ويجزئوا عن الجماعة أن يرد أحدهم رواه وآمد والبياق وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتم في طريق وإذا لقيتم في طريق فاضطروا هم إلى ضيق أخرجوا مسلم وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له وقو يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح باركم وخرجوا البخاري وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا يشرب أن أحد منكم قائما خرجه مسلم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تعال أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال وإذا تكن اليمن أولهما تنعل وآخرهما تنزع واتبق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحد ولينع لهما جميعا أو ليخلعهما جميعا واتبق عليه وعن ابن عمراء رضي الله وعنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيالا متبق عليه وعنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله يخرجه مصلبه وعن عمر بن شعي بن نبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل واشرب والبس وتصدق في غير ثرف ولا مخيلة خرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري باب البر والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبه يفسط له في رزقه وأن ينسى له في أذره فليصر وقمه أخرجه البخاري وعن جبير بن المطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم المتبق عليه وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وعد البنات ومن عنو وكريا لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال واتبقنا عليه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين أخرجه الترمذي وصححه ابن الحبان والحاكم وعن نسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاري أو ليقيه ما يحب لنفسه واتبق عليه وعن بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ند وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك قل أن تقتل ولدك خشيت أن يأكل معك قلت ثم أي قال أن تزاني علي لتجارك متفق عليه وعن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قيل ولي صب الرجل والديه قال نعم يصب أبا رجلي فيصب أباه ويصب أمه ويصب أمه متفق عليه وعن أبي أي وب رضي الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلمين أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويحرض هذا وخير من الذي يبدأ بالسلام متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقت نخرج بخاري وعن أبي جر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحفر من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبقت مرقة فأكثر ما نهى وتعه الجيرانك خرجه ما مصلب وعن أبي ريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عنه من كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه بالدنيا والآخرة ومن سفر مسلما سفره الله بالدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي يخرج ومسلم وعن ابن مسعود رضي الله ونقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أخرج ه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنه معن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعاذكم بالله فاعذوه ومن سالكم بالله فاعطوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا لن أخرج أضم بياقي باب الزهد والورع عن النعمان بن بشير رضي الله وأنه ما قال سنعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو النعمان بأصبعه إلى أدنه إن الحلال بين وإن الحقام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرى لدينه وعرضه ومن وقع بالشبهات وقع بالحرام فالراعي يرعى حول الإما يوشف وأن يخافيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلها لا وهي القلب متبقنا عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدين تعيس عبد الدرام وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدين والنار والدرم والقطيبة إن وعطي أرضي وإن لم يوط لم يرضى فرجع البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن كبيب قال كن في الدنيا كأنيك أريضنا وعابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أنسيت بلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك أخرجه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبى بقوم فرم وما خرجه أبو داود وصحح أبو حباك وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال فقال يا غلام أحفظ الله يحفظك أحفظ الله تجدو تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا سألت فاستأل بالله وواه الترمدي وقال حسن صحيح وعن سأل ابن سعد قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال يا رسول الله جلني على عمل إذا عملت هو أحبني الله وأحبني الناس فقال اذهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس ورواهم ما جاء وسندوا حسن وعن ساج بن أبي رنباص رضي الله عنه قال سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحفظ العبد الثقية الغنية الخفية أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه هو أهو الترمذي وقال حسن وعن المقدام ابن معدي يكرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامل ابن آدم وعان شر من بطن حرجه الترمذي وحسنه وعن نسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطعهم وخيروا خطعين التوابون رجعوا الترمذي وابن ماجه وسندوا قوي وعن نسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمت حكم وقليل فاعله رجعوا البيع قيض الشعب بسند ضعيف وصحا أنه موقوف من قول لقمان الحكيم باب الترهيب من السعو الأخلاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن حسد يأكل الحسنات كما تأكل النار حقا رجعوا وابو داود وابن ماجا عديد يمس النحو وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسى الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند العظم متبق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة متبق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة فاتقوا الشرح فإنه أهلك من كان قبلكم رجعوا مسلم وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّا أَقْوَ فَمَا أَخَاضُ عَلَيْكُمُ الشرك الأصغر الريع رجعوا وحمد بإسناد حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق آية المنافق ثلاث إذا أحد ذكذب وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سذاب المسلم فسوق وقتاله كبر متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث متفق عليه وعن أقل ابن يسار غضي الله عنه قال سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبده يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه جنة متفق عليه وعن أعشف رضي الله وعن أقل ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فسق عليه فاشفق عليه رجعه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليجسن بالوجه متفق عليه وعنهم رجلا قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضى فرد جمعارا قال لا تغضى واخرجه البقاري وعن حولة الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتقوّرون إيمال الله بغير حق فقد لهم النار يوم القيامة رجل البقاري وعن أبي ذر رضي الله عنه عن نبي صلى الله عليه وسلم ما يرويه الله به قال قال لذي ترك أخاك ما يرويه الله عنه عن نبي صلى الله عليه وسلم المسلم وقل المسلم لا يظلمه ولا يخضلوا ولا يحفره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأمال والأغوان والأدوى أخرجه الترمذي وصحه الحاكم والأطبرة وعن ابن أباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تماري أخاك ولا تمازح ولا تعده موعدا فتخلبا أخرجه الترمذي بسند في ضعه وعن أبي سيد الحدري رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق أخرجه الترمذي وفي سنده ضعه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستاذ بما قال فعلى الباب ما لم يعتد المظلوم أخرجه مسلم وعن أبي سرمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضره مسلم من ضره الله ومن شاق مسلم من شق الله عليه أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغل الفانش البديل خرجه الترمذي وصحه وله من أبي دبل مسجود رضا ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الباحش ولا البديل وحسنه وصحهه الحاكم ورجح الدار قطني وقفه وعن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أقضوا إلى ما قدموا رجر البخاري وعن حبيثة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قد سات متفق ما عليه وعن نسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذاب اخرجه التبراني بالأوسط وله شاهد من أبي دي عمر عند ابن أبي الدنيا وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قب ولا بخيل ولا سيء الملكة رجعوا الترمذي وفرقوا حديثين وفي سادي وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمع حبيث قوم وهم له كارهون صد فيه ودنيه لانك يوم القيامة عن الرصاص رجعوا الترمذي وعن نسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبا لمن شغله وعيبوا عن عيوب الناس رجعوا البزار بإساد حسن وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعظم في نفسي واختال في نشيته لقي الله وهو عليه وضبانه خرجوا الحاكم ورجاله ثقات فعن سال ابن سعد رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان خرجوا الترمذي وقال حسن وعن عيشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم وسوء الخلق خرجوا أحمد وفي سنده وعن وعن ابن الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللعانين إن اللعانين لا يكونون شباء ولا شهداء يوم القيامة خرجوا مسلم وعن عاد بن جبل رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من عين من عين يرى أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله خرجوا الترمذي وحسنه وسنده قطعا وعن بهز بن حكيم عنه وعن بعز بن حكيم عن نبيه الجبيه قال 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 رسول الله قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليبخك به القوم ويل له ثم ويل له خرجوا الثلاثة وإسناده قوي وعن نسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارت من اغتبته أمتسته برده وعن نسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن عائشة رضي الله عنها قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد خصم خرجه مسلم باب التغيب في مكارم الأحراق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر فإن البر يهدي إلى الجنة فما يزال الرجل يصدق ويتحر الصدق حتى يختب عند الله صديقا وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور فإن الفجور يهدي إلى النار فما يزال الرجل يكذب ويتحر وكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث الحديث متفق عليه وعن أبي سعيد القدر رضي الله عنه قال قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس بالطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا عبد من مجالسنا من مجالسنا نتحدث إياه قال فأما إذا أبيتم فعطوا الطريق حقا قالوا وما حقه قال غض البصر وكفلاذا فرد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يبقه بالدين متفق عليه وعن أبي الدرباء رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أكثر من حسن القلق رجعوا أبو داود والترمذي وصحها قال وعن ابن عمار رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياة من الإيمان متبقنا عليه وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس كلام النبوة الأولى إذا لم تستحب صنع ما شيء تخرجه البقاري فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك وأستعين بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان أخرجه مسلم وعن أياه بن إيمال رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يبغي أحد أخرجه مسلم فعن بالدرباء رضي الله عنه عن نبي صلى الله عليه وسلم قال أرد عن أرهي أخيه بالغائب رد الله عن وجهه للنار يوم القيامة رجعه التذنبي وحسنة وليحمد من أبيه أسمى بنت يزيد نقوة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عفدا بعفو إلا عزاة وما تواضع أحد لله إلا رباه الله رجعه مسلم وعن أبد الله بن سلام رب الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أكشوا السلام وصلوا الأرهام وأطعموا الطعام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نعموا تدخلوا الجنة بسلام رجعه التذنبي وصحها وأنت من الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة فلا تنقلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أخرجوا مسلم فعن أبيه ربي ربي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق رجعه التذنبي وصحها الهاك وعنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعون منكم بسط الوجي وحسن الخلق رجعه أبو يعلى وصحها الحاكم فعنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن رجعه أبو داود بإسناد حسن وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير من المؤمن الذي خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أداهم رجعه أبو ماجه بإسناد حسن وهو عند التعبير إلا أنه لم يسمي الصحابي وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أحسنت خلقي فأسن خلقي حواه أحمد وصحهه بمهدان باب الذكر والدعاء النبي ريرت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا ما أعكدي ما ذكرني وتحركت بي شبثا أخرجه ابن ماجه وصحهه ابن هدان وذكره البقاري تاريقا وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم عملا أنجاله من عذاب الله من ذكر الله أخرجه ابن أبي شيبة وابطبر أن يضيس ناد حسن وعن أبيه غير ترى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة غشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده أخرجه مسلم فعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم ما قعد لم يذكر الله ولم يصلوا على النبي ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة رجعوا الترمني وقال حسن وأن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولدي إسماعيل متفق عليه وعنبي ريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله يتمر فقط طاياه وإن كان قبل زبب البحر تبق عليه وعن جويرية بتحار رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنتنا قلت منذ اليوم لوزنتهم لوزنتهم سبحان الله وبنعمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رجعوا مسلم وعن نبي سعيد للقدر يرضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات لا إله إلا الله سبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله رجع النسائر وصحى أركم حبام والحاكم وعن سمر تبني جنج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا يضررك بأيه النبدات سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله وكبر اخرجوا خرجوا مسلم وعن أبي موسى شرير رضي الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة روال الأربعة وصحها الترمدي وله من حبيب آس لهم من الدعاء نفق العبادة وله من حبيب أبي غرير خرجوا رضي الله وعن أبي موسى حبيب آس وعن أبي موسى وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستخي من عبدي إذا ربع عيه يديه أن يرده مع صغرا رجاء الأربعة إلا المسائي وصاحبه الحاكم وعن أمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه الدعاء لم يردهما حتى يسهبهما وجه أخرجوا الترمذي ولو شواهد منها حبيب آس ندى أبي داود وغير ومجموعها يقضي أنه حبيب حسن وعن ابن سعود رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس يوم قيامة يكثرهم علي صلاة صلى الله عليه وسلم ندعني ما شداد من أوسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عبدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شل ما صرى أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغبر لي فإنه لا يعثر الذنوب إلا أن رجع البقاري وعين أمر رضي الله عنه ما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعو هذه الكلمات حين ينسي وحين يصبح اللهم وإنهي أسأل خلافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم اشتر عوراتي وآمر وعاتي وحبين بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن طوقي وأعوذ بعظمتك أن أتال من تأتي رجع النسائي وابن ماجا وصحاها وحاكم وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال يمتك وتحول عافيتك وفجأت مقمتك وجميع سخطك أخرج ومسلم وعن ابن الله إني أمر رضي الله عنه ما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة الأدو وشماكة الأدار ومسائي وصحاها الهاكم وعن بريدة رضي الله عنه وقال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول الله أني يسألك بأنت يشهد وأنك الله لا إله لا إله فلحد الصدد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له وما أدى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسم الذي إذا سجل بي أطاع وإذا دعي به يجاب رجال أربعة وصحا مهبان وعن بي ريرك رضي الله عنه حال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصبح يقول اللهم بك أصبعنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النسور وإذا أمسى قال أمسى ذلك إلا أن أمقال وإليك المصير رجال الأربعة وعن نسر رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله وعلي وسلم ربنا أتنا بكنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناداب النار اتبقنا عليهم وعن نبي موسى رشعري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم أعفر لي قطيتي وجالي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم أعفر لي جدي وهزري وقطعي وعندي وكل ذلك عندي اللهم أعفر لي ما قدمت وما أفكرت وما أسرت وما أعلمت وما أعلم بي مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأعلى كل شيء قدير متبق عليه ونبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي جدي اللجن وعصمة وعمري وأصلح لي دنيا التي فيها ماشي وأصلح لي آخرة التي إليها ما دين واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي قلني شر واخرج أسلم وأنا نسر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أنفعني بما علمتني وعلمي ما ينفعني فارزقني علما ينفعني رواه مسائل والحاكم قل اتلقي بي الحديد أدير رفعه وقال في آخره فارزقني علما الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار وإسناد حسن وعناش ترؤي الله ونعلم النبي صلى الله عليه وسلم علما هذا الدعاء اللهم إن يسألك من الخير قل لي عجله وآجله ما علمت منه وما لما أعلم وأعوذ بك من الشر قل لي عجله وآجله ما علمت منه وما لما أعلم اللهم إن يسألك بالخير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما آج به عبدك ونبيك اللهم أني أسألك الجنة وما قرب إليها من قولنا وعمل وأعود بك من النار وما قرب إليها من قولنا وعمل وأسألك أن تجعل كل قضايا قضيته لي خيرا رجع ابن ماجي وصحاب المحبان والحاكم وأخرج الشيخان نبي ريرف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان أبيبتان إلى الرحمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر